قال الرئيس الأوكراني فلودومير زلنيسكي مساء أمس إن روسيا هاجمت أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأيام الماضية وكتب زلنيسكي على منصة X إنه بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه خلال الأيام الخمسة الماضية أطلق الجيش الروسي ما لا يقل عن خمسمائة صاروخ وطائر مسيرة صوبة أوكرانيا وأعلن في وقت سابق مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابت أكثر من تسعين شخصا آخرا في الهجمات الروسية على حد قوله